تخوف من انفجار أمني في لبنان لا يخفى على أحد بسبب التجاذبات الحاصلة والفراغ السياسي وكذلك الوضع الاقتصادي الضاغط كيف تقيمون الوضع الأمني اليوم؟ وهل يمكن أن ينفجر في أي لحظة؟ الوضع الأمني أنا هنا دائما وأنا أقول اليوم من باركم أننا أطمئن اللبنانيين أن الوضع الأمني في لبنان نسبة للأوضاع التي نعيشها هو وضع أمني أكثر من ممسوق ووضع أمني جيد أننا نعيش في لبنان أزمة اقتصادية كبيرة في لبنان لا كهرباء في لبنان انخفاض كبير جدا 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 في قيمة العملة في لبنان حالة كبيرة من الفقر أصبحنا بحالة غير مقبولة من الفقر في لبنان نعاني من وجود كثيف جدا جدا للسوريين بحيث أن أكثر من سلس المقيمين على الأراضي اللبنانية ليسوا لبنانيين إنما الوضع الأمني لا يزال جيدا علاقة الوضع الأمني بالوضع السياسي طبعا في أي دولة هناك علاقة بين الوضع الأمني والوضع السياسي إنما هنا أريد أن أنوه بأن الشعب اللبناني لا يريد حربا والشعب اللبناني هو حريص على أمنه ولكن هل الحرب بيد الشعب اللبناني اليوم؟ الشعب اللبناني هو حريص على أمنه إن حادثة الطيونة في العام الماضي قد تم إنهاؤها والسيطر عليها في غضون ساعتين الشعب اللبناني لا يريد حربا كما أن القوى الأمنية والعسكرية مسرة ومصممة على منع اللعب بالأمن فالعبث بالأمن ممنوع هذا ما قلته مرارا وهذا ما قاله قائد الجيش وهذه عقيدة كل القوى الأمنية والعسكرية في لبنان أما ما يخص الأزمة الاقتصادية التي يعيشها اللبنانيون فأنا أقول أننا نتابع هذه الأمور لحظة بلحظة وهي لن تؤدي إلى انفجار أمني لأن القوى الأمنية كما القوى العسكرية تعاني من نفس الضائقة المادية والمالية وأنا كوزير داخلية قلتها منذ أكثر من سنة وأقولها كل يوم لن أضع الأجهزة الأمنية في مواجهة المواطنين ما الذي يضمن عدم انفلات الوضع الأمني وإلى متى سيبقى منسوق المسؤولية المشتركة بين اللبنانيين جميع اللبنانيين وبين القوى الأمنية وسهرنا الدائم وسهر القوى الأمنية والعسكرية الدائم على سلامة الوضع الأمني وعلى ضبط الوضع الأمني هي التي ستحول دون انفجار الوضع الأمني أنا أقول اليوم لكل اللبنانيين أن الأمن في داخل الأراضي اللبنانية مسؤولية مشتركة بيننا وبينكم وأنا أقول لكم إن اللبنانيين قد يأسوا قد ملوا من التجاذبات السياسية غير المبررة وغير المجدية وبالتالي لن يكون اللبنانيون لعوبة في يد السياسيين أو غير السياسيين ممن يحاولون ألعبت بالأمن علما أن ألعبت بالوضع الأمني ليس من مصلحة السياسيين وليس من مصلحة أحد أما ما سوى ذلك فإن القوى الأمنية تقوم بمراقبة كل ما يمكن أن يسمى بؤرا قد يمكن أن يؤدي إلى خلال الأمني سواء المخيمات الفلسطينية أو مخيمات النازحين السوريين أو أي مكان على الأراضي اللبنانية من هنا أطمئن اللبنانيين إلى سلامة الوضع الأمني وأقول دائما بإذن الله ترجمة نانسي قنقر